السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة ووصفات اسماء كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم هادلا فيديو في صحة جيدة وصفة اليوم غتكون مربة ديال التفاح كنعرفوا انه الوقت دياله دابا وعلاش اللي ما نستغلوه شو نديرو وجدو بيها كون فيتير اللي اكيد كيكون شي حاجة مصايبها في دارك وكي يجي اكتر من رائع غندوزوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمكوينات هنا كيلو ديال التفاح إلا بغيتو تديرو الضعف والكمية ديال التفاح معليكم إلا تضعفو جميع المكوينات هنا درت كيلو ديال التفاح اللي نقيتو من القشرة ديالون وحيت لي هاداك اللب الوسطاني قطعتو القطع صغيرك فيما كتشوفو حطيتو في الماء اللي فيه القشور ديال الحامض حتاجيت معان كيلو ديال السكر سانيدة وحتاجيت معاه يعني جوج ملاعق ديال الحامض العاصر ديالو وكادالك سكر فاني وجوج كيسان ديال الماء اللي غنغليوهم أكيد ضروري المخصو يكون غليان هنايا غنوضع الطنجرة اللي غنطيب فيها وضعت فيها الماء اللي ديجا طيبته ديجا طيبت الماء حتى وصل درجة ديال الغلايين وضعت نسكيلو ديال السكر سانيدة وكادالك جوج ملاعق ديال العاصر ديال الحامض ساشيا ديال الفاني بالنسبة للدور ديال الحامض هنا كيوازن لنا الماء داق وفي نفس الوقت كي يخلي ان المرباء او الكون فيتير كيدوم معانا مدة طويلة او بالنسبة للسكر فاني الدور دياله هذيك الحموضة إلا كانت تفاح فيه شي حموضة كتحيد يعني كتوازن هذيك الماء داق ديال الكون فيتير وهنا من بعد ما صفيت تفاح وصلتو مزيان مزيان بالماء هنا غنوضعو مباشرة فوق المكونات غنخلطهم كاملين وغنحط الكل فوق العافية اللي تكون متوسطة يعني ما تكونش مهيلة بزاف وكذلك ما تكونش مجهدة باش ما كيتحرقش لنا يعني احنا بغينا هذيك التفاح ضروري بغينا هذيك كراميليزا ويتغيل اللون دياله يقول لي مارو حتى هاد المرة كله كيتبخر وكيتشرب ما كيبقاش وكيتعسل في هذك التفاح حين تلمهن حلو في هذيك السكر بزيد وكيبقى هالتفاح غادي وكيتغيل اللون دياله حتى يقول لي اللون دياله كراميليزا بالنسبة لكشكوشة هني لا طلعات شي كشكوشة من الفوق حيدوها ما تخليوهاش غنغطيه نخلي حتى كيقول لي هذا هو اللو اللي بغيناه ومازان زيدو إلا بغيتو مثلا تفاح المربي يكون خفيف غا تكتافيو في هذي الدرجة هذي هكوك يكون بقي في هذك يعني السوس دياله او اللي تزيدو تخلوه هيد كاراميليزا اكثر كيجي تفاح القوام دياله عاقد وهنا كتديرو إما الهاشوار إما هاد الميكسير يا إما الخلاط الكهربائي أو للطحان ديال الماطيشة اللي كانتطحنو بها الكفتة وماطيشة ديال البلاستيك وكتطحنو هالتفاح وهو ضروري يكون سخون باش كيتطحن دغيو بالنسبة اللي بغي ينيلو مزيان ينيلو واللي بغي يخلي شوية غليد راه ممكن نتاخدو القراعي ديال الزاج ضروري قراعي ديال الزاج وغادي نتعقموهم إذا تحطوهم تغسلوهم زيان وتحطوهم في الماء يكون غليان ومن بعد تاخدوهم وتعاودوهم في الماء يكون طيب باش كيتعقمو نشفوهم زيان من الماء وعاد كتكبو فيهم هاد الكنفيتير وهو سخون ضروري تكبو الكنفيتير وهو سخون في القراعي ما تخلوهش حتى يبرد بالنسبة الكمية خرجت لي هنا ثلاثة ديال القراعي ووحد طواجين صغير اللي غنوريه لكم في الآخير بالنسبة اللي بناتي لاجاكم مثلا عاقد بزاف ممكن ضيفوا واحد اربع كاس ديال المغليان وتخليو يغلى واحد شوية وعطحنو هادا هو الكمية اللي خرجت لي ثلاثة ديال القراعي صغار وهاد طاجين كيف مما كتشوفو وهدا هو القوام ديالو القوام هنا عاقد وثقيل كي يجي زوين كتعمرو بي يعني كتستعملو في حلويات في ثمن ديالو ناقص شوية هادي هي الوصفة ديال اليوم كنتمنتنا للاعجاب ديالكم الى فيديو قادم و الى وصفة قادمة بإذن الله جديد جديد